السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الأعزاء في كل مكان بنرحب بحضراتكم مستمرين معاكم في كلامنا عن الفنان الراحل هشام سليم ربنا يرحمه ويصبر كل محبيه في مصر وفي العالم العربي كله نور هشام سليم أو نورة بنت الفنان هشام سليم اللي تحولت لنور للأسف بتعيش أصعب أيام حياتها بعد وفاة والدها الفنان هشام سليم وده بسبب تنمر البعض من الجمهور عليها ويعني بيعيروها وبيقولولها ياللي تحولت جنسيا من أنثى إلى ذكر وده بسبب أني أصلا ملامح الأنوسة لسه مزالت تغيع على الشكل الشعر الناعم والصوت الرئيق وكمان الشكل عموما ما يديش كذكر نهائي ولكن هو مش بإيده اللي حصل ده هو كان عنده نسبة عالية في هرمونات الزكورة وده اللي خلت حول من نورة لنور وده بدعم والده الفنان الراحل هشام سليم عليه رحمة الله فأظن دي حرية شخصية لنور أو لنورة ومحدش له دخله فيها الحاجة التانية اللي احنا عاوزين نتكلم مع حضراتكم فيها هو يعني القزارة اللي في الوسط الفني للأسف تلت فنانات بعد ما حضروا الجنازة بالليل والتاني يوم على طول كانوا بيرقصوا في حفلات خاصة وسهرات خاصة بيرقصوا مع مجموعة من الشباب من ضمنهم الهام شهين والفنانة شرين عبدالوهاب وكمان الفنانة أو الرقصة الاستعراضية في في عبده التلت فنانات دول ما احترموش الجنازة ولا احترموا العزة ولا احترموا حتى ان في زميل ليهم زميل محترم شخص ودود كان بيوده كل الناس وكان بيحبه كل الناس ما احترموش ان هو اتوفى وانتقل لرحمة ربنا ما اكملوش 24 ساعة على الجنازة وطلعوا يرقصوا في حفلات خاصة زي ما حضراتكم شايفين كده يعني حزبي الله ونعم الوكيل فاي حد يتنمر على شخص اخر او اي حد ما يحترمش مشاعر الاخرين سواء بقى في الجنازة او في الافراح المفترض ان انت تعامل الناس زي ما بتحب ان هم يعملوك يعني انت ما تحبش ان حد ييجي ويرقص في جنازة حد من قريبك ولا حتى جنازتك ولا حتى العزاء الخاص بيك يبقى تعمل كده مع الناس وتحترم الايام الصعبة اللي هم بيمروا بيها الفنانات اللي عملوا كده هيتردلكم وكما تدين تدان اتمنى من حضراتكم ان انتو تدعوا بالرحمة للفنان الراح الهشام سليم وانه ربنا يصبر اهله وكل محبيه وانه ربنا يعين نور هشام سليم على اللي هو فيه طبعا فيه اخبار كتيرة تدولت على السوشيال ميديا بخصوص مراسه وهل هو هيورس كولد ولا هيورس كبنت فيه لسه بعض الى قويل في الموضوع ده ولكن الشائع ان نور هشام سليم مازال اسمه في البطاقة نورة هشام سليم فبالتأكيد هتاخد فيه المراسة على انها انسة زيها زي اخوتها البنات الاتنين دي كانت كل التفاصيل اللي معنا النهاردة بشكرك وما تنساش تدعمنا باللايك والشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان دايما يوصل لكم كل جديد